اشتركوا في القناة قد بين السابع والثامن عشر من نوفمبر 2022 في شرم الشيخ بنهاية هذا العام اكد المهندس طارئ المولا وزير البترول والسروة المعدنية ان قطاع البترول يجهز لعرض مجموعة من المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة خلال قمة المناخ المقبلة في مصر واستعرض الوزير خلال رئاسة اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبيترو كيمويات مجموعة من المشروعات الجديدة التي تمثل فرص جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية اعلنت مدرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء عن تنفيذ مبادرة المناخ مسؤوليتي والتي اطلقتها الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية في مدينة شرم الشيخ على مدار يومين بالتزام مع تنظيم مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كاب تونتي سيفن وتحقيقاً لاهداف التنميات المستدامة سبع عشر وخاصة الهدف رقم ثلاثة عشر المعني بالعمل المناخي ورؤية مصر عشرين ثلاثين ابرمت وزارة البيئة عدداً من بروتوكولات التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي بهدف تقديم الدعم الفني والمالي للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على التحول لآليات الانتاج والاستهلاك المستدامة وتشجيع الصناعات الخضراء